السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكيبورد او دورة لوحة المفاتيح نهاردة ان شاء الله اتنين هنخلص النيوميريك كيباد او لوحة المفاتيح اللي هتكون على اليمين هناخد الانتر وهناخد اول حاجة الانتر والشيب بتاعتها او المفهوم وشكل الكلمة او ايه الشكل التاني للكلمة بيقول لك انها لها شكل تاني او لها اه طريقة تانية بالنطقة هيعني اسمها ريتيرن كي تمام طيب المفهوم او بتاعتها بشكل مبسط كده احنا عارفين المفهوم وهو ان احنا آآ عبارة عن عملية بتنقل الموس اللي بعد كده او للخط او للسطر اللي بعد كده زي مسلا ما بنيجي نكتب اي حاجة على الورد لما بنعوز ننزل لتحت او ننزل لاين او خط لتحت بندوس انتر اظن تقريبا كل الناس عارفين يعني انتر طيب فين الانتر ده زي ما قلنا قبل كده انها برضو موجودة في مكانين اول الحاجة المكان الاول يعني فوق لو بصيت على تحت اللي هي فوق الزرار اللي فوق الاسهم هتلاقي فوق في زرار كبير شوية فوق تمام وده طبعا مش محتاج ان احنا ندوس عليه هو بيتفعل على طول علشان ما فيش زي ما قلنا في الحالات اللي قبل كده ما فيش وظيفة سنوية ليه هو انتر بس ونفس الكلام اول مكان التاني هنلاقي ان الانتر برضو في اليوميرج كيباد على اليمين خالص تحت على اليمين خالص زرار برضو طويل شوية كده برضو مش محتاج لاي شفت الاتنين وظائف رئيسية ما فيش اي حاجة معهم خالص طيب ايه الوظائف بتاعت الانتر اول وظيفة معنا وهي انك زي ما قلنا ان احنا بننزل بباراجراف او في محرر النصوص مثلا زي الورد بننزل لتحت او سطر جديد علشان نبدأ الكلام طيب ازاي الكلام ده يعني مسلا انا خلصت الجملة دي وعايز ابدأ اعمل نقط جديدة او اعمل ارقام جديدة للسؤال بتاعي او للحلول بتاعتي اعمل ايه هادوس بكل بساطة انا خلصت مسلا الجملة دي هادوس على انتر سواء كانت في المكان الطبيعي بتاعها اللي هو فوق او في كيباد انت حردوس اي واحد انا مسلا هادوس اللي فوق تمام نزل لي لاين التحت او نزل لي سطر التحت عشان ابدأ الكلام او ابدأ الجمل بتاعت انا مسلا هبدأ احط نقط زي دي كده تمام وهبدأ اكتب اي حاجة انا عايزة تمام هو ده استخدام في محرر النصوص زي الورد مسلا طيب الوظيفة التانية وهو بيقول لك ايه بيقول لك يعني ايه يعني انه مسلا في كلية او في مدرسة او مسلا في اي ووظيفة والمدير بتاعي او المستر بتاعي الدكتور بتاعي طلب مني ان انا اعمل او عايز ارفع ملف مسلا ارفع واجب ارفع اي عايز ارفعه على الموقع الخاص بالجامعة مسلا او الموقع الخاص بالمدرسة اه الموقع الخاص للشركة اكيد لازم اعمله او اعمله ارسال صح? هنا بقى بيقول لك بدل ما تحرك الموس وتروح على كلمة ارسال انت ممكن تدوس على طول بعض البرامج او بعض المواقع من غير ما تحرك الموس ولا تتعيب ايدك على طول في لحظة بتدوس على انتر فهي دي وظيفة الانتر انك على طول بتدوس مش محتاج انك تحرك الموس ولا تضيع وقت طيب ثالت وظيفة معنا هو بيقول لك ايه نفس الكلام لو انت مسلا في امتحان او اي حاجة او الامتحان في ياس او نو او اي اختيارات مسلا فالطبيعي انك بتحرك الموس وتروح على الاختيار اللي انت عايزه وبتدوس على الموس صح? هنا بقى انت ممكن تستخدم الاسهم وتحرك وتروح للاجابة اللي انت عايزها بعد ما تروح للاجابة اللي انت عايزها بتدوس على انتر ببساطة جدا نفس النقطة التانية انك انك بدل ما تدوس بالماوس او تحرك الموس بتدوس على طول على انتر اخر استخدام معنا هو لو انا عايز اكتب اي مسلا او عايز اكتب اي رابط عايز اكتب اي حاجة في البحث مثلا بحس جوجل بحس بينج بحس ياهو اي محرك بحس عايز اكتب اي حاجة بدل ما تدوس مسلا وتحرك الموس وتروح على اه اللوجو بتاع البحث او شكل البحث او رسمة البحث فانت على طول بتدوس انتر من غير اي حاجة طيب ازاي الكلام ده يعني انا مسلا عايز اكتب في محرك البحث ده امازون مسلا او عايز ابحس عن موقع امازون او اي موقع او اي معلومة حتى انا مسلا عايز اكتب www.amazon.com تمام انا دلوقتي عندي خيارين انا الاستخدام الطبيعي او الطريقة الطبيعية اللي احنا كلها منستخدمها ان احنا بعد ما بنكتب اي معلومة او اي موضوع بنروح على طول بنحرك الموس كده وندوس على العلامة بتاعة البحث هنا بقى شغلة انتر انك بدل ما تحرك الموس وتضيع مثلا الموس بعيد عنك وبدل ما تتعب نفسك بتدوس انتر على طول يعني مثلا هدوس انتر هيحولني على طول لنتائج البحث او هيحولني على طول لو انا ببحث عن موقع هيحولني على طول على الموقع. دلوقتي نروح على يعني افل او افل الارقام. طيب يعني ايه افل الارقام? خليني الاول اشوف او اشكال الكلمة اللي احنا بنكتبها او ممكن تلاقيها على الكيبورد عندك. هتلاقي مسلا واحد عنده على طول مكتوبة كده بشكل كامل. هتلاقي هنا مثلا هنا مثلا هنا النم بعدين كده هتلاقي فيه كتير جدا على حسب طبعا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت على حسب الشركة المصنعة للجهاز بتاعك. طيب يعني ايه ويعني ايه الكلام ده? خلينا كده نفهم واحدة واحدة ونختصر او ناخد ملخص على اللي احنا خدناه قبل كده. احنا خدنا قبل كده وقلنا ان في استخدامات اللي عليمين ان فيه ارقام وفيه استخدامات ثانوية او استخدامات تانية غير الارقام زي مسلا رقم سبعة تلاقي مكتوب عندك رقم تسعة مكتوب مسلا رقم تمانية مسلا انت تقدر تفعل السهم اللي فوق ستة اليمين اربعة شمال اللي اتنين اللي تحت آآ رقم تلاتة تقدر تفعل ورقم واحد مسلا تقدر تفعل طيب دلوقتي انا في سؤال عايز اسأله لك. انا دلوقتي عايز افعل الارقام. تمام? اعمل ايه? كل اللي عليك انك لازم تتأكد عشان تفعل الارقام ان الزرار بتاع اللي انت هتلاقيه فوق رقم سبعة مسلا وتحت زرار هوم طبعا ده على حسب الكميوتر اللي عندي انت دور عليه شوفه موجود فين. طيب دلوقتي لو الزرار ده متفعل اعرف ان اي وظيفة غير الارقام اتقفلت. يعني ما تقدرش تستخدمها. تمام? وتقدر تستخدم الارقام. طيب لو الزرار ده مش متفعل. لو مش متفعل ان الوظيفة السنوية هي اللي شغالة زي الهوم زي الاسهم زي والحاجات دي. طيب دلوقتي في سؤال كمان. انا دلوقتي اعرف ازاي ان هو متفعل او مش متفعل. بص هتلاقي ان في بعض الاجهزة ان موجود فوقه لمبة مسلا او حاجة كده نور بينور لما بتفعله. ولما بتطفي او بتلغي تفايله اللمبة دي بتطفي او بتختفي. فلو طبعا اللمبة موجودة او النور موجود اعرف ان الزرار متفعل وتقدر تستخدم الارقام بصورة طبعية. طيب لو انا اللابتوب بتاعي او الكوميتر بتاعي ما فيهوش لمبة او ما فيهوش نور يعرفني هل انا فعله ولا لا. فايه الحل? كل اللي عليك انك هتدوس مرة لو لقيت ان الارقام مشتغلت معك اعرف ان هو كده متفعل. طيب لو دست ولقيت ان الوظائف السنوية هي اللي شغالة. زي الهوم والبيتجاب والحاجات دي. اعرف ان الزرار مش متفعل. بس هو ده الحل لو انت ما عندكش لمبة او ما عندك نور معين يعرفك هو متفعل او لا. وزي ما انتم شايفين في الجدول زي ما شرحنا كده ان مثلا هي دي الارقام اللي موجودة عندك. وهنا بيقول لك لو زي ما قلنا لو شغال فان الارقام بتشتغل معك بشكل طبيعي جدا وبشكل رئيسي. طيب دلوقتي لو احنا قفلنا اصلا لو جيت ترجمة يعني قفل الارقام. لو انت شغلته فانت بتقفل على الحاجات الثانوية للارقام. طيب افل الارقام ده لو مش شغال فانت دلوقتي بتشغل الحاجات الثانوية للارقام زي مسلا رقم صفر عندو الوظيفة الثانوية اللي هي الانسيرت. رقم واحد الوظيفة الثانوية اللي هي الانت. ورقم اتنين السهلي او السهم للاسفل ورقم تلاتة مثلا and what you are doing. وزي ما كنتم شايفين كل رقم له وظيفة ثانوية. لو انت فعالت فانت دلوقتي بتستخدم الارقام لو قفلت النيميريك لوك وطفيته خالص فانت بتفعل الوظيفة السنوية للارقام وبكده نكون نصلنا نهاية الحلقة من نهاردة عرفنا الانتر وعرفنا النيميريك لوك وتقريبا خلصنا النيميريك لوك كلها وشرحنا كل حاجة فيها بالتفاصيل وباشكال الكلمة والحاجات وكل المعلومات الخاصة بالنيميريك لوك اشوفكم ان شاء الله في حالة جديدة والسلام عليكم